موسيقى اي وصفات يحبون انه شف يحضركم اياها بالحلقات الجاي كمان رح احاول ادمب وقدر اقرأ من التعليقات اللي رح توصلنا كيفك يا شف؟ والله تمام انتي شو الأخبار؟ تمام الحمدلله احكي لنا شو الحماس اليوم للحلقة؟ حماس ألف اوه احكي لنا شو محضر لنا اليوم رح نعمل شغلات بالبتنجان رح نعمل شنية بتنجان رح نعمل كمان نوع حلوه كيوت لطيف نشتريه بكل مكان رح نعمل كمان سلطة اوصص الدقوس بتاكل مع الصينية ورح نعمل كمان سلطة الكينوة يا سلام يعني وصفات آلاف لاصنا عن جد اليوم وصفاتنا كثيرة وبتجنن وبتشهي يعني انا متأكدة انه كل اللي يتابعونا الا ما يكونوا بحبوا واحدة انتب من هالوصفات اللي احنا عملينكم اليوم بدياكم كمان انتو تبتح على صفحتنا على الفيسبوك وفيسبوك وتحكو لنا كمان ايش بدكم وصفات بالحلقات الجاي لانه شف محمد دائما بحب يسمع منهم صح يا شف؟ نعم دائما لا شوف ايش انتو بدكو انا بعملتكم ايه اكتبولي التعليقات عشان اشوف كومنتات كلهم اتخلص برجا بشوفهم والله لا والليزي كيك واحدة كانت من طلبات اللي عم بيتابعونا لانه هلأ بنعرف كيف الولاد قاعدين بالبيت وبالعطلة فبدهم اشي حلو واحد من الاشياء المفضلة عند الاطفال فاليوم احنا نحضر لكم اياه خلال حلقتنا خليكم تابعونا من هون لنهاية الحلقة لحتى تشوفوا كل الوصفات من الالف لاليا وما تنسى تعملوا لايك وشير لحلقتنا على الفيسبوك حتى توصل لأكبر عدد ممكن من الاشخاص هلأ بنروح للشوف ونشوف بايش راح نبلش راح نبلش بالسنية تابعتنا طبعا المكونات تابعتنا جدا بسيطة موجودة بكل بيت وهو فليكسبل تقدروا انتم تبدلوا تحطوا الاشياء البتكمية طلع اخدودي يا جماعة حمر من الدفة هاي الاصناف قدامنا خفيفة لطيفة موجودة بكل بيت طبعا اهم اشي معانا دجاج العز دجاج العز موجود بكل مكان وبتقدروا تطلبوا الاطع اللي بنتوا بدكم اياهم منهم بدي فخدة بجيب لك فخدة بدي جناح بجيب لك جناح بديك سدر بجيب لك سدر بديك صينية بديك بجيب لك صينية بديك كل اشي بجيب لك شورمة بجيب لك شورمة زينجر بيرجر عندهم كل اشي فأنا طالب دجاج كامل مقطع عادي راح نحط الخضار تابعونا هون بعدين نحط عليه الحبش تاكنات والجاجات ونحطهم بالفورو ونستويهم وسخالص نرجعنا كلهم يلا بس قبل ما نبلش بكل هالتفاصيل بدنا ناخد المقادير مع بعض عشان تبلشوا معنا خطوة بخطوة لصينية البتنجان راح نحتاج لبتنجان عصير بندورة بصل بطاطا دجاج من العز توم نعنع وبهرات مشكلة من ابو خلدون كبتيلة شفنا المكونات والمقادير يعني اشياء بسيطة ما بدها تعييدات ابدا ودائما لما بيكون شف محمد هو اللي عمل لنا الوصفة فأمورنا بتكون لوز اللوز وسهلة شو يا شف احكي لنا راح نبلش اول اشي بالخضار تبعتنا اللي راح تكون موجود معنا طبعا دائما بحكي بحب دائما احط اخر اشي تحت اللي هو البطاطا ليش لانها تتحمل كثير وغير هيك اذا ان حرقت معنا بتعطي نكهة اسطورية انا كثير بحب البطاطا خصوصا لما تكون برده مقحمش شوية صغيرة من تحت فهذا الاشي بالنسبة لا وبعدين كمان البطاطا واحدة من الاشياء اللي كتير بتسحب ملح اذا انت حطيت كمية كبيرة بملح دائما بقولك ان الاسرار انه اذا كتير ملحتوا الاكلة حطولكم بطاطا بتاخد كل بتمتص كل الملح يا عيني على الاسرار يا عيني ملكة الاسرار بالوطن والعالم العربي طيب هنحط عندنا هون الخضار طبعا انتو بتقدر تحطوا الاشربية كمية دائما بكرر يا جماعة واعيد وبكرر راحضاني اعيد وكرر انه تقدر تحطوا كل الخضار اللي انتو بتحبوها كل الاشياء اللي انتو بتحبوها كل الابهارات اللي انتو بتحبوها ما تلتزموا بالطريقة تاعت ولكن انا عم بحاول اعطيكم تقريبا احسن اشي بي الوصفة طبعا انا عم بحاول انا عندي هون البتنجان طبعا البتنجان خليتوا بالاشرب وممكن اذا انتو ما بتحبو القشرة تاعتوه ممكن تخلوه نص و تشيلوه زي ما انتو بتحبوه طبعا بتقدروا تقطعوه خميل او تقطعوه رقيق اذا بتكونوا تقطعوه رقيق تحبت تقطعوه رقيق تقطعوه رقيق هياخد معنا وقت اقل اذا خليناه خميل بدواءت اكتر وندير بعنا ما نقطعه كثير كثير لانه بختفي معنا بدوب فعندي هون راح انزل البتنجان بس انت جايب بتنجان حجم عائلة ما هو اسكى يعني هي صنيت بتنجان فلازم يكون فيه آلاف البتنجان طعم البتنجان يكون مسيطر يس سيطرة مسيطرة طيب هلا بطاطا بتنجان بطاطا بتنجان لاحطينا ولا اي اشيبهرات لاحطينا ولا اي اضافات تانية عندي هلا راح اجيب عندي الدجاج طبعا الدجاج انتو بتقدروا تستخدموا النوع البدكم ايا نفس ما حكينا راح نحطو ونوزعو على الخليط او على الصينية تبعتنا بالطريقة اللي انتو بتشوفوها مناسبة ولكن انا راح اوزحهم بهاي الطريقة وانتو حطي الجوجة كاملة صدورة وفخاد وجنحان كل شيء بالزبط راح احطها بهاي الطريقة بعد هيك شو هعمل هجيب عندي هون البصل عندي بصل ايجماعة بصل عادي الهو البابي تاع الشوية الهشت والنشت ايش صوينا فيه مسكنا وقلينا ليش؟ Belg labs لانه هلا لما دخلوا عالفرن راح يطلع ضاوب بطريقة مش عادية يعني هلا هو طلعو ها، ها ها هو هلا ها ها داوب ها 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 يشordin بالطريقة هاي بالطريقة هاي هاي هم هاي هم تمام هنحطهم كله تشعر ان البتنجان دائما لازم يكون معه لحمة فاليوم هاي هيك صينية مع جاد لا مش شرط يعني يعني هو مش شرط بس بحس انه دائما انه قوارب البتنجان تكون محشية لحمة المنزلت البتنجان مع لحمة يعني اوكي بس انه يعرفت بس اليوم هيك بالجاج جاج العز هاي اشاعة احنا مع جاج العز من شان هيك نضبطهم ويضبطون انا مخلص تكنت طيب عندي هون سأشيل الصحن هاد بعد هيك اشتغل سأشتغل الكلفز تبعوني ليش انه احنا اشتغلنا بالجاج جماعة فبس نخلص ماذا نعمل فيهم لازم نغيرهم منلبس الكلفز جديدة ومبلش بالابهرات طبعا ابهراتنا من عند مين من ابو خلدون ابو خلدون ايش كباتيلو البهرات دائما بحكي لكم اللي عندهم سفاحة الف مليون مليار دائما تسمعوا هاي الكلمة فاتأكدوا ان الامور ايش زبطها مية بالمية هنحط الابهرات اللي انتو بتحبوها انتو اشجعبالكم حطوا ما ترتبطوا باي وصفة ولكن احنا رح نحط بهرات مشكلة ملح وفلفل كزبرة اي اي شود دعمك حطوا على الصينية رح تتلع اوكي لا والحلو بابو خلدون كباتيلو كمان زي ما منحكي لكم خلال حلقاتنا من اول ما نضمو لنا انه عن جد باعد تجربة ما بتضطروا انكم تحطوا كمية كبيرة من البهرات لحتى تستطعموا انكها تبعتهم كمية قليلة رح تعطيكم منكها انتو بتكم اياها واحلى اشي في الموضوع انها هاي كلياتها افرش فيعني عن جد بننصحكم فيهم هاي شو مهرات مشكلة مهرات مشكلة ايس يعني سيمبل بسيطة ما بدهاش هالاشي الكتير ونفس الوقت خلاص كيوت رح اضيف عليها شوية زيت عشان انستوي وحاول انزل على الدجاج تبعنا اوكي عشان تتسرع تسبيك معنا وريح اضيف عليها اgov � Bugün البندورة البندورة هاي جماعة ذيا بحكي لعنها عيلا الايطالييه بمستخدمها في البسدي بمستخدمها بطبخ من مقاشرة جاهزة معربة تفتحها وتنزل عندك جاهزة وحتحاولا تتصرف او الاشياء اوكي فأنا سىتطيعها عندي هون انا سألتنى صالحها طبعا اضافكم 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 اهوا على الولن جال طيب التوم، أنا شايفة التوم من تنسيه التوم لا، هلأ رحكي لك شرها من فيه فكرتني فيه سقط سهوًا لا الآن التوم هادي يا جماعة ممكن نعمل فيه بس نخلص ندق التوم ونحط عليه شوية ليمون والنعنع طبعاً نحطهم مع بعض ونخليه زيدب بس نخلص نغمس فيهم و بس أوكي، حلو أنا فكرت أنا بدك تحطه معه أو مثلا سنون توم، ليش ما نحطهم؟ نحطين خضار خضار حاضر أنا حدا فليكسبل، إيش ما بدكو أنا جائز نحطلكم طيب، حي حطينا لدينا هون البندورة تبعتنا مهم طبعاً أنا من جماعة الصواني بموت بالصواني صراحةً كثير، بحب كثير، كثير، كثير زاكت صراحة مع خبز طابون ولا خبز مش شراك هذا المشروح يا بوية يا سلام، بلاش تشهون الشيف بلاش تشهون بحس أنه لما الواحد يكون جعان ما يروح يشتري أغراض ولا يطبخ ولا شو رأيك، ولا يطبخ لأنه مكون جعان عشان يبدع أكتر هل هو، آه صراحة، لأنه بس يكون جعان تلاقيه بلاخن بيعمل لعشرة وهو بدوش يأكل بدوش يأكل حسنا، آخر شي راح نحط اللي هو الله أرمنا الفلفل، طبعاً هذا دلالة على الحب الحب، الحب لازم تعمل هذه الحركة عشان إيش، تكون دليل على الحب بيننا وبينهم طيب، هلأ شو راح نعمل؟ راح نجيب شوية مي مه أنا بدي أسأل هلأ أنت راح تغطيها ولا ما راح تغطيها هلأ؟ هلأ؟ هلأ أنت والبتقرر صراحةً انت بتقرر انا بدي اغطيها ولا ما بدي اغطيها ليش لانه اذا انا بدي اياها تحمر من فوق ممكن الافضل صراحة انتم عشان عنكم بالبيت مختلف عننا شوية صغيرة وعنكم وقت اكتر منها انا بدخلها نفس ما هي هيك على السريع بخليها تغلي من تحت ومن فوق على اعلى اشي انتم بالبيت تقدروا تحطوها على درجة حرارة مئة وستين مئة وسبعين تخلوها تستوي من تحت تغلفوها بعد ان تتغلب ايش تصوي فيها تحمروها وتعمروها من فوق ونوما هنيا لأطفالكم تمام اذا احنا هلأ رح نحطها بالفرن بدي ارجع اذكر كل الاشخاص اللي هلأ انضمو لنا ان احنا معاكم لايب عبر صفحتنا على الفيس بوك اذا عندكم اي اسالة اي استفسارات ابعتو لنا اياها كمان اذا بدكم اي وصفات الشافة محمد يحضر لنا اياهم بالحلقات الجاي كمان ابعتو لنا اياهم شو بدك تحكي لنا على الفرن على الفرن يلا خلال الحلقة رح تكون جاهزة لانه يعني انتوا مو شايفين اشي جنبي فما عنا اشي جاهز خلال حلقتنا رح نكمل لكم كلها السفرة مجهز لكم اياها كل اياتها هلا ابناني انت الا الوصف البعدها يس الوصف اللي بعدها اللي هي الدقوس الدقوس اللي السلسل رح ناكل معاها الجد يلا خلينا نشوف المقدير مع بعض الدقوس رح نحتاج لبندورة في الفلحار توم معجون بندورة كزبرة خضرة خل ملح وروز مع شعيرية سير عم توصلنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك يسلم ايديك يا شاف وابداعك بهالوصفات يا شاف بس اكتر اشي عم توصلنا على موضوع الليزي كيك لانه عن جد كل الاطفال بحبوا الليزي كيك فخليك كل الاشخاص اللي يستنونوا وصفة الليزي كيك بتابعينا من هون لنهاية حلقتنا سنحاول نخليها الاخر ايش عشي تضلكم تابعينا بدنا يجربوا هذه الوصفات اللي عم بعملنا يا هلا الشاف والدقوس بس تتاكل مع هاي الصينية شاف ولي مع اشياء تانية لا تتاكل مع كل شيء يعني ملاهاج دخل بي انه الوصفة هاي بزر بس انه تتاكل مع الرز المبهر تتاكل مع الرز البرياني تتاكل مع كثير وصفات ولكن هاي طيبة مع هاي الصينية يعني من طول شقف التجاج مأحمش شوي صغيرة هيك من فوق دايبة على الاخر تمسكها وتغطسها بالسوس تبعنا هذا وبعدين انتا كلها بيطلع معنا اشي بوم هاي اللي بتكون مع الصيادية كمان مع الصيادية لا بتكون في صلصة بندورة هيكة بعلبة صغيرة بس مش نفس المبدأ بس انه من نفس العيلة من البندورة من بندريات طيب ايش رح تبلش اول اشي رح نبلش اول اشي نحط المكملات تبعونا كليات هم جنب ال اه جنب ال اش اسمهم بالخلاط بالخلاط تبعنا هلأ رح نمسك البندورة رح نمسك كمان عندي هون هاي رب البندورة يس رب البندورة هاي نحطها هون بندورة تبعتنا حلو بعدين هاي الوصفة انه اي بندورة عندكم بلشت تطر شوي بطلت تصبط عندكم لوصفات تانية جبوها باستخدموها لهالوصفة يس صح يس ألف بالمية تمام هادي المون والخل هنجيب كمان عنا هون اللي هو رب البندورة رب البندورة بيعطيها شوي تقل وبنفس الوقت بيعطيها لون غامق وهذا الاشي لطيف هنجيب عنا هون الكزبرة تبعتنا هنجيب الخل هنجيب الخل نطلع لفاصل صغير ونرجع ونلاقي ايش هذا جاهز معنا اوكي الدقوس رح تلاقوه جاهز بعد الفاصل فخليكم معنا ما تجوحوا لبعيد ارجعناكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم زي ما انتم شايفين صلصة الدقوس صارت جاهزة عنا دقوس او دقوس 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 هكي هاي صلصة تزوط لتكون صلصة جنب اي طبع انتم بتحبوه جنب الجاج المشوي جنب يعني حتى اللحم بحس انها بتزوط معها كمان جنب الرز برضو بتزوط معاكم سلم ايديك ايديكي وعنيكي وبدنا نحكي لكل الاشخاص اللي هلا انضمونا طبعا اهلا وسهلا فيكم احنا مكملين معاكم لساتنا باول جزء من حلقتنا احنا مكملين بباقي وصفاتنا بس اول وصفة حكي لنا عنها هيك سريعا لكل الاشخاص اللي راح عليهم اول بارت من حلقتنا طيب اول شي عملنا جبنا الخدار طبعتنا جبنا بتنجان جبنا بصل البصل طبعا اي كان مقلي له عشان يكون دايب اكتر مهم وبطاطا جبنا كمان بطاطا جبنا كمان دجاج العز وبعد هيك حطينا عليها الابهارات كل ليات من عند ابو خلدون كباتيلو حطينا عليها الملح حطينا عليها زيت شعبان بعد هيك مسكناها فاركناها شوية صغيرة هيك بالسرب العيل وحطينا عليها صوص البندورة التبعنا اول خليط العصيرة البندورة تبعنا وحطينا فوقيها وزوادنا عليها شوية مي وحطيناها بالفرن تبعنا قال في الفرن تبعنا في خيارين حكينا الخيار الاول drogu잖아요 نحن نخليها تتحمص من فوق من اولها اول خيار التاني الأسرع ان انت تغطيها بعد ما تغطيها ايش تعمل تفتح عليها من فوق وتعطيها وجه من فوق عشان تتحمرها وتظلها بنفس الوقت جوسي على الآخر تظلها كل السوائل والعصائر والحمشتكناب كلها تا فيها نعم وحنخليها بالفرن تلت ساعة نص ساعة حسب الفرن تبعكم نحن لدينا هون فرن سريع سريع بالضبط يشغل من فوقه من تحت وفيه مروحة ومروحة وكل شيء فإحنا دائما بننصحكم أنكم تجيبوا أفران من سيلبر لاين طبعا الوكلة لقلهم هم عياد تجدوها موجودين بشارع الحرية شو هلأ هلأ شرحنا عن الجيش تبعنا وخلصنا هلأ رح نحجي رح نحجي على الطبق اللي حكينا عنه اللي هو محبوب الماليين اللي هو إيش الليزي كيك يلا خلينا نشوف إذا هيك مخدير الليزي كيك للليزي كيك رح نحتاج لها بسكوت شاي ربع كوب زبدة كوب سكر باودر نصف كوب كاكاو نصف كوب حليب انجوي ومعلقة صغيرة بانيلا يعني بما إنه إحنا يعني قربت خلص العطلة أو لستاتنا بنصف العطلة تبعت الأطفال خلينا ندخلهم على المطبخ نحاول نليههم شوي يعني بتخيل هلأ كل الأمهات بلشت شت شعرها من موضوع العطلة والإلهم جاهر قاعدين بالبيت والولاد حرام عليك أحباب الله شوف مين بحكي شوف مين بحكي حبايب يا طول ألا فغيروا لهم جوي شوي دخلوهم معاكم على المطبخ خليهم يعملوا معاكم مصفة هالليزي كيف لأنه يعني أكيد وصفتنا السهلة وكل الأولاد الصغار والكبار كمان بحبوها شوية شوف بسكوت الشاي أول شيء موجود بكل بيت نفرده حسنا بعد ما نفرده نفرد البكات الثانية ثانية حسنا حسنا يجب أن نخلصنا من شوان الله بنا نخلص حسنا نضع المكونات هنا نصروني شوية صغيرة أريد أن أرى إذا أنت من النوع الذي يطحن البسكوت كثير 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 ناعم للا لا صراحة ليس كثير هل تحب أن يظل مبينة؟ نعم حسنا حسنا ماذا سنفعل عندي الزبدة الزبدة المفروض يفضل ألف مليون مليار ما نفعل فيها؟ ندوبها ندوبها تدوي بس لا تكون تغلي حسنا يعني بدرجة حرارة الغرفة أكثر منها بشوية صغيرة على أساس أول ما نضعها على الحبشتكنات كلياتهم يعني ينسجموا مع بعض ليس تظلها نفس ما هي قتل إذا نظر عندي هون طلع أنا عندي يعني بعدها شوي ماسكة وبنفس الوقت دائبة فهلأ دقيقة واحدة على النار عندي هون بس مش نار عالية جماعة بس اللي هي الحم فمت عليك كيف؟ حسنا عشان ندوبها ونخليها سهلة للشغل تبعنا تمام هلأ هلأ نخليها الدور هلأ هناك كثير طرق للليزي كيك يعني هلأ في كثير أكيد من ستات البيوت اللي عم بي تابعونا بيلك إنه إحنا نحط حليب مكثف محلة ونحط الحليب العادي مع شوية كاكاو مع السكر ونضيف فانيلا ونضيف بيض كمان على وصفات الليزي كيك ففي كثير وصفات الليزي كيك يعني أنا صراحة خبرتي بالحلويات متواضعة جدا يعني أقل ما بتتوقع وفهمت علي كيف فإنه أنا مبسوط إنه بدعم اليوم الليزي كيك كيف تأكيد إنه إيش حلو إنه أنا مش كتير صحبة صراحة مع شوية من الحلويات أترك لكم الحلويات لشفيارة أي مبدعة تخصصها ولعبتها للزيارة حلويات طيب في عنا كمان عم بيوت ويقولك أم أحمد إنه بيضبط نفس هاي الوصفة نعملها الشوكولت بولز بيضبط؟ طبعا بيضبط ونضع عليها التوبينجز نجيب الكوكونات بيضبط نجيب الناتس بيضبط نجيب الكوكونات أي شيء يضبط طوبينجز عليها بيضبط لوتوس بيضبط نوتيلة عادي نحطها فوقها أيوه أيوه بلت 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 شعال اليوم شف طيب دابت عن الزبدة؟ يعني على وشك بس أنا بحكي لك أنه أنا ما بدي يعني عن جد عم بحكي أنه أنا ما بدي أفصلها المشكلة إذا أنت رفعت درجة حرارة الزبدة بعتم تفصل بتصير الحليب لحال يعني مش مشتطيف فأنا إش عم بحاول يطلع كل شيء بم وأسطوري معنا طيب نجيب أيوه أيوه نحركها شوية صغيرة بعد ذلك سننزل عليها الخليط تبعنا إيش الخليط تبعنا؟ هلأ فيه ناس بعملوها بطريقتين يا جماعة الطريقة الأولى والليه هي أن هم بحطوا الحبش تاكنات كلياتهم هذول فوق بعض وبيحركوهم وبيغلوهم على النار وبعد ما يغلوهم بنزلوهم فوق البسكوت كيف تصوي بأي طريقة؟ يعني لا نغليهم مع بعض لا نغليهم مع بعض نضيفهم هنا نضيف الحليب فوقهم إنه سائل للمهم مع الزبدة ماذا تفعلت اليوم؟ أنا صراحة سأجرب الطريقة الأيش الأكثر اشتهارا هي أنه نضع المكونات كلها لا نغليها ولكن الحم تبعها يساعد لتفتح ويصير مكس مع بعض فهمت عليك كيف؟ لكن الطريقة التي سأقوم بها اليوم هي أنا أحمر من الحم أو أنا مبسوط أو الحب أو بشرتي متحسنة أو مستحي من الكاميرا خزان حسنا، قررت اليوم أن تخلطهم كلها مع بعض نحن نخلطهم مع بعض وبعد ذلك نزلهم فوقهم فقط أريد أن تعمل مهمة ألف مليون مليار وهي أنه المكونات تبعتنا ممكن أن نجيب أي بسكوت لا تعتمد على بسكوت الشاي بسكوت الشاي هو الباسيك وممكن أن نجيب أنواع أفخم وتطلع بم أكتر وممكن أن نضيف إضافات عليها مثل نضيف الوالناتس المكسرات أو أي شيء يريدون أو أي شيء يريدون أي شيء يريدون وإذا نظرنا على الخليط وصلنا إلى القوامل التي نريدها نضيف الغاز لكي نقوله مرحبا الآن سأضيف المكونات وعلى حم الزبدة أو حم النار سأكمل باقي المكونات أتبعني حسناً حسناً إذا أظهر هناك حامي سأعمل عليه سأقوم بالنزل السكر طبعاً يجب أن يعملوا دائماً على المقادير لأن الحلويات يجب أن تكون ملتزة بالمقادير لأن المقادير هي صحيح أصدق بالحلويات هناك حلويات لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف وهناك أغاني للحلويات ولكن الآن أركزها بالليزي كيك كثيراً مهم أن نستخدم السكر الباودر بالليزي كيك لأن الليزي كيك سيظل فيه رشة إذا لم نستخدمنا الباودر صح؟ صح هذا كل من الكاكاوي هو ليس مريض حسناً من الكاكاوي نعم حسناً نضع زبدة نضع السكر ونضع الكاكاوي نضعهم نضعهم على حمد طنجرة على حمد طنجرة لكننا ليس مولعين ليس مولعين سيصبح معنا خليط كثيف قليلاً سيكون رجواتها هو كبتيل كيف سنجعلهم أنا عندي هنا حليب والحليب المستخدمين هو حليب إنجوي حطيت تقريباً ثلاثة معالي أربعة معالي عشان يعطينا نفس تقريباً للكوب أنا هيك بعمل العيار تابعي لما بعرف كل أربعة معالي أكبر عشان يعطونا كوب نحن نزل بالتدريج على الخليط على الخليط حرق حرق أحرق حرق حرق وحرق حرق حرق حليب بارد أو ساخن لا بارد أو وسط بحرارة الغرفة حرق طبعاً نحن نستخدم حليب إنجوي لأنه الكل بفترة الشتاء يعاني من نقص بفيتامين دال لا نتعرض للشمس بشكل مباشر أو بكميات كافية فنحن نستخدم حليب إنجوي نستغل أنه مدعم بالفيتامينات وخصوصاً فيتامين دال حتى نأخذ كل الفيتامينات والمعادل الموجودة فيه ويعطينا كمان النكهة اللي إحنا بدنا إياها رح نظلنا نحرك يعني لحد ما يختفوا كل الكباتيل الموجودة معنا هلأ آخر إشي ممكن نضيف عليها بعد ما نخلص اللي هو الفانيلا ممكن نزل فانيلا البودر أو الفانيلا اللي هي سائلة وأنا بفضل دائما السائلة أحسن وأفخم بكل النواحي رح نظلنا نحرك سيفين لسه صار أخف الخليط معي بس بنفس الوقت لساته فيه كباتيل فبضلني أنزل حليب وبعد الحليب بس نزل العيار مش كثرة تحطوا لكل الحليب ولسه مزابط معاكم بذلك تحركوا كويس شوية شوية نعم إذن إحنا رح نظلنا شوية شوية نضيف الحليب نحرقه بما يجانس كلياته مع بعض ما رح نعمل ولا اي شي تاني إلا لا نرجع بعد الفاصل فخليكم معنا إرجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم لكل الأشخاص اللي كانوا عم بيستنوا من بداية حلقتنا وصفة الليزي كيك هلأ وصلنا لها هلأ رح نرجع للشاف محمد بس قبل أن نرجع للشاف لأذكركم أنه إحنا معاكم لايب عبر صفحتنا على الفيسبوك إذا عندكم أي أسئلة أي استفسارات إبعتو لنا إياها وكمان إذا عندكم أي وصفات بدكم أن نحضر لكم إياها بالحلقات الجاي الشاف محمد جاهز لحتى يحضر لكم إياها نرجع للشاف محمد وشو الوضع عندك يا شاف بالليزي كيك هيا صارت تقريبا الخليط طبعا جاهز إذا أتطلع يعني تقريبا كل الكباتيل الموجودة راحا كل الأمور تماما نعم سنحركها الآن حكينا أنه إحنا بدنا إياها على حرارة الآيش الغرفة ليس حرارة حامية البسكوت الوحيد الذي تناقش عليه العلماء و لم يظهروا بنتيجة أوكي اللي هو اللي هو أنه في ناس بحطوه نفس ما هو وبيكسره جو الخليط تباحهم والخيار الثاني أنه إياها نكسر بس مش تكسيرة كبيرة بس تكسيرة زي هيك صغيرة وخلص أوكي فبدأ كيها بالإيد يعني مش أنه بالخلاط أو بـ لا لأنه صراحة أنه أنت عم تاكل البسكوت تباحها ويكون بيطلع بتمها كيك شعور لطيف ذاكي أوكي وزي ما حكا لكم الشف كمان قبل الفاصل أنه بصبوط تستخدموا أي نوع من البسكوت اللي أنتو بدكم إياه في ناس بتحب أنها تستخدم بسكوت الشاي في ناس بتحب أن تستخدم أنواع تاني من البسكوت فأي شيء من أنواع البسكوت اللي أنتو موجود عندكم بالبيت تقدروا لكم تستخدموا تقدروا لكم تخلطوا أكتر من النوع مع بعض حسب أنتو شو بتحبه يس هنجيب هيك هي حطناهم كلياتهم فوق بعد وصرت سأكون جاهزة الأن أنتو سأفعل هذه المزفرات هكذا اللي صاحبين بالنصف سقطوا صحوان إزالون ن identif نطرق لك شمائة من التعليقات التي تصلese يلينا جاهزين نحكي لك ماذا تريد وصفات عنديها بارديني يطلب منك أن تسخن هذا الأول يطلب منك كمان تعمل لنا وصفة الدحدة صراح هذا الضحضح من الأكلات التي أحبها أو الحلويات التي أحبها كثيرا، ليس قليلاً الصينية تقريباً جاهزة معنا، وهذا شيء صفاح جداً صارت جاهزة؟ نعم، سننزل الخليط تبعنا وين؟ فوق الحبشتكنات هياً هياً فقرة صراحة شكراً هذه ليست أهم فقرة لسا، عندما نضعها بالقالب أهم فقرة نعم، لكن أيضاً تخلط الآن بعد درجاتك نعم، 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 نعم إذا كان زياد، إذا كان ناشي، إذا كان هذا نعرف نضبط نتحكم وأنت تخلط أيضاً، يمكن أن يكسرهم إذا لم يكن يكسرهم قبل أو إذا كانت معك حبيبات كبيرة نعم، نكسر الأشياء حلو طيب، أيضاً يطلبوا منك تعمل الكيك بوبس يا شيف والله كله جميل، لكي لا يحب الحلو، تطلبوا منه جميل لا، أنا لا أحب أن أأكل صراحة، لكن لا أحب أن أعمل هناك فرق، هناك فرق، لو سمعت، الله أرد عليك لا تخلبي، لا يحب الحلو طلع عليك سمع أنا شعر أنه لا تحب الحلو نحن نضع السباتيولة ننزل كل الأشياء الموجودة داخل طبعاً، إيدي هلأ شرير مبين فيهم من كتر الكاكاو شوكالاتة نعم، وزع شوكالاتة وطعمينة ضروري تعرف أسمين أنا أريد أغنية عشان أكمل فيها لا، وبعدين، اليوم أنت على الوجع وصفة الليزي كيك صراحة لأنه كله أحبها، لا يوجد أحد أحب الليزي كيك وكما قلت لكم في بداية الحلقة تكون موجودة بالأهاوي تكون موجودة بالمطاعم يعني الليزي كيك هي واحدة من الحلويات الأساسية نعم، طيب، الآن بياه، بياه، يجلنا نخلطها كثير 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 ونفس الوقت، لنجلنا نجل جد أجزاء ما جاي عليها، الشوكالاتة الشوكالاتة لا أريد أن أخذها الآن. دعني أخذها لكي أعطيها الفيد باك. الآن سنأخذ الأشياء التي سوف نسكب فيها. إسمايا يا جماعة. أنا سأخذكم الآن على أسهل الطرق بالحياة لكي تعتمدوها أو لكي لا تتحدثون عن هذه الأشياء. لأنني لا يوجد عذر لكم أن تصوي هذه الوصفة. أنا لا لدي آلة المتخصص بالليزي كيك أو لا لدي شكل مناسب. سأخذ أي صحن مربع أو مستطيل أو أخضر أو مثلث أو أي شيء. وماذا سأخذها؟ سأخذها النايلون في الطبيق. بعد ذلك سأخذ الخليط وإن أخذها؟ بالقالب. سأخذها بالقالب. حسنا. أنا لا أفعل ذلك. ماذا تفعلني؟ أنا أخذها بالفويل. وأخذها بالفويل وأخذها. حسنا، إنها ممتازة. لكن أنا أخذها للناس التي لا يوجدها. سأخذها بالقالب أو شكل فعين أو هيكب. سأخذها الصحن التي تريدها. بالضبط. سأخذها بهذا الشكل. سأخذها أين؟ بالتلاجة أو بالفريزر. حسب ما تحبوه. إذا كانت شادة من الطرف، ماذا سنفعل؟ نرخيها قليلا. نرخيها قليلا. حسنا. حسنا. وإنت حطيت هذا على أساس لما تقلبها تكون أسهل. بالضبط. 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 حسنا. فهلأ سأضع هذه هنا. أنا عندي هنا كمان الطرف. إذا أخذت هنا، سأخذني أنه شادد. شادد. فما نفعل؟ نرخيها قليلا. نرخيها قليلا. ونضغط عليها. عادي يضغط عليها قد ما تكون. ما يأثر. وإذا أثر، ما يأثر. ما يأثر. حسنا. 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 طيب. كل شيء ولا يقع القلب. يعني الكل بتوحم على الذي يزكيك. ما رح يقع. لا تخافي. خلينا نودي هذا هون. حسنا. نغير القلفز. ونلبس القلفز جديد. عشان نضبط المياه لأنتباح. غيرت القلفزات كثير أنا. صح؟ بس صراحة لازم الواحد لما يكون عم بشتغل. لا شعرياً بغير كثير القلفزات. خصوصاً بالشوكولاتة. حسنا. نحس الواحد. نجد من يقوم بعمل. بيصبح بعمل الشوكولاتة. ها. حسنا. حسنا. بنتك تضبط الأطراف أنت باز؟ ها. ايش لك تعمل بها هاي؟ بدي أضغطها شوي صغيرة وخليها كلها مستقيمة. عشان لما نقلبها ما تكون عملة هيك مائلة. ويطلع القلب تبعنا مش مضبوط. حسنا. تمام. تقول لك بعد ما عملتنا حلو طلع ماية لأله. ايه. خرب لقلبس. عشان نغيرها برضك كمان مرة. ترى بلwe تدبح ذلك. أنت تقول لك ماذا علبة غيرها هاي. حسنا. ها. هم بطلبوا منك شافت عملي لهم مجدرة البرغل. هم بطلبوا مننا مقلوبة زهرة وبتنجان. مقلوبة زهرة وبتنجان. على بعض. لا تريد ما حاضر. ها. ها ماذا نعمل. انت هاي ببك؟ خلص. هرى ما أريدهم أينهم أينهم أينهم؟ أنا أريدهم أينهم 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 أينهم؟ حسنا. هذا لطيف وسهل وسريع وبنعملكم ميايس هادرين 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 طيب هلا نرجع الوصف تبعتنا حبيبي القلب الوصف تبعتنا صارت تقريبا جاهزة بس في اكتر من طريقة للتقديم تبعتنا الطريقة التقديم اللي احنا راح نحطها اليوم اللي هي انه احنا راح نجيب الخليط تبعنا هاد المفروض هلا ينحط بالفريزر يقعد له ساعتين ثلاثة بعد هيك يطلع متجمد وممتاز بعد هيك بنقلبه بعد ما نقلبه شو هنجيب عليها هنجيب عليها اما الكاكاو ندقه عليها على الداير اما بنجيب السكر المطحون وبيعطي منظر سفاح ألف مليون مليار تمام تمام اذا هلا احنا راح نحطها بالفريزر عبما نخلص باقي وصفاتنا يس 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 هنجيب لهم اخر اشياء هلأ شو بنا نعمل يا شف هلأ بدنا نعمل اهم اشياء بالحياة السلطة صح؟ هلأ قبل ما نبلش وناخد مقدير السلطة ونحكي لكم شو هي السلطة اصلا نخليكم اياها مفاجأة بعد الفاصل سنطلع على فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لنكمل باقي وصفاتنا ونحكي لكم شو هي سلطتنا لليوم اجعنا لكم باخر جزء من حلقتنا لليوم هلأ صار وقت السلطة لان سفرتنا لا تكمل من دون السلطة اليوم سلطتنا مختلفة شوي بدخلين عليها شوية مكونات ومقدير جديدة قبل ما نشوف المقدير مع بعض خلينا نسأل الشف شو يشف وضع السلطة تبعتنا اليوم السلطة تبعتنا تقريبا شبه جازة بس انا عالي مش معاكي لي لانه الصلية الصلية تبعتنا صارت جاهزة فبننطلحها من الفرن تبعنا واي 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 الروائح يا جماعة اوكي حبيت اه تمام الله الرواح الله المنظر الله 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 يعني متحمرة وبتبأباء كل شيء يعني بيشهي بيشهي عن جد منظرها الله عليك يا شف مبدع مبدع طيب انت اشيك تعمل هلا بدكت نقولها بس بنفس ما هي ولا بدكت تحطها باشي تاني بدنا نحطها هون زي ما هي خلص هكذا السوسات والبهرات اللي فيها وكل النكهة حرام نغيرها لاشي داني سلام عملنا جنبه رز رز على جنب ليش عشان هاي برضو تتاكل مع الرز ممكن ناكلها معاها وممكن ناكلها بخبز حالو تمام طيب خلينا هلا ناخد مقدير السلطة عشان نرجع نحضرها مع بعض يلا لاصلطة الكنوة رح نحتاج لكنوة خس رمان جازر فصولية حمرة وعصير ليمون دايماً بيوصلنا تساؤلات وخصوصاً أنا بوصلني شو بتفرق الكنوة عن باقي الأنواع عن الرز عن البرغول شو فوائد الكنوة كتير من شوفها من تشرب المحلات بالسوبر ماركت والهايبر ماركت الكنوة لها كتير فوائد لها كتير استعمالات ممكن تدخل بالسلطات ممكن تنطبخ طبخ اللي بميز الكنوة اول اشي انها هي بتعطينا شعور بالشبع لفترة طويلة بتعطينا كمان بيتامينات والمشارة المعادن اللي جسمنا بيحتاجها رح تساعد بعمليات الهضم عنا كمان لكل الأشخاص اللي بعانوا من ارتفاع بالكوليسترول الكنوة كتير ستساعد بتخفيض نسب الكوليسترول عنا بالجسم بس طريقة الطبخة عند الشف يس فانتا احكي لنا يا شف طريقة الطبخة انا بعملها بطريقة غير شوية عن الناس اللي عاديين الناس اللي عاديين بحطوها بسلقوها زي ما هي وخلصت بكت انا بالنسبة اللي بجيبها بغسلها بعد ما اغسلها اش بعمل بحط عليها شوية زيتون وبحمسها حميصة لي عشان تتفتح معي بعد ما تتفتح معي بضيف عليها المي وخليها ادها او ازياد شوية صغيرة تقريبا نفس عيارة الرز اقل شوية صغيرة وبعد هيك بخليها تنطبخ على نار هادية بعد ما انطبخ على نار هادية بتكون معنا جاهزة او بس حبيت نمامك سيمبل بسيطة ما بدهاش كثير شغلات شغل عن جد طيب بسلطتنا لليوم احنا ضفنا الكنوة حطينا معها خس حطينا جزر حطينا فاصولة حمراء واش كمان رح تضيف عليها هنحط عليها الرمان كمان وحنحط الدرسنج تاعها بس ليمون بس ليمون ما هنحط ولا ايشي لانه كتر زيت الزيتون يا جماعة برضو بعمل مشاكل فهمتها لكيف في ناس ما تحكي لهم زيت زيتون تبع كذا مضاق بياخذ الموضوع شخصي صح هلا هو صحي زيت الزيتون بس مش بكميات كتير كبيرة لانه هو فيه سعرات حرارية عالية فلا اشخاص اللي بدها تخسر وزن نحاول انه ننتبه لالكمية تبعته يعني صحن بجنن الوان السلطة بتشهي وداما انا بظلني احكي لكم لما نحكي سلطة ودخلوا سلطات مش لازم انها تكون سلطة يعني خيار وبندورة لا سلطات قدرت تتفننوا فيها زي ما اليوم تفنن لنا الشف يعني بها الصحن الحلو طيب قبل ما ننهي حلقتنا بدنا نحط الليزي كيك الليزي كيك حنقلبوهن ها ها والسلطة نobileي طريقة بالتقون نحن نجيب في الأون تمام هنا يجب مع عنا كما مصورتنا الالب اللي انتوا بدكما معه Lecture وشكل الجميع قليلste نعم الله ممي هذه الغيذي كيك ممتعهن ال� prose نحن نعلم اelin نجبي قليل أنا أقول سكر ليس ككاوية لكي نكسر اللون الغامع حسنًا حسنًا هل سنضيف عليها السكر المطحون الله نرى أحد شكلها سلم أيديك أمورنا ممتازة ممتازة هل سكرنا شاف قبل أن ننهي حلقتنا ما حضرتنا اليوم بالحلقة عملنا لكم اليوم سنية البتنجان مع الخضار و عملنا كمان رز البيت مع الشعرية عملنا كمان الليزي كيك و عملنا كمان صلطة الكنواء و عملنا كمان صوص الدقوس سلم أيديك على هالوصفات بصراحة يعني أبدع كالعادة الشف محمد بدي كل الأشخاص اللي ما لحقوا يتابعونا من بداية حلقتنا يرجعوا يفتحوا على صفحتنا على فيتبوك يرجعوا يحضروا الحلقة من بدايتها أو يفتحوا على قناتنا على اليوتيوب و يرجعوا للوصفات سواء كانت بحلقة اليوم أو بالحلقات السابقة تطلقوها بكل يهاتها موجودة عنا على قناتنا على اليوتيوب نتمنى لكم باية تنهار حلوة يتضلوا بألف خير صلو اللقاء ترجمة نانسي قنقر